ويليام بيرنز اجتمع مدير مكافة الـ CIA بطبيعة الحال مع بن يمينة تنيه قبل قليل انتهى الاجتماع ايضا شاركه في الاجتماع ديفيد برنيع ولا هو هو رئيس المسادة الاسرائيلي طبعا لا ندري بالضبط ما الذي يجرى ولكن حسب الولد ستريت جونيول فان كان هناك ثلاثة ملفات التي يحملها معه ويليام بيرنز الملف الاول يتعلق بموضوع صفقات تبادل او موضوع المحتجزين في قطاع غزة تحديدا ان ويليام بيرنز سوف يغادر اسرائيل ليذهب الى قطر وايضا الى مدن ودول عربية اخرى لم يتم تحديدها ولكن يبدو بانه يدير ايضا هذه المسألة باهتمام بالغ من قبل السياي في موضوع اي صفقات تبادل وما الى ذلك والاجتماعات بين بيرنز ورؤساء الاجهزة الامنية العربية بهذا الاطار الملف الثاني هو ان الاستخبارات الامريكية تريد ايضا اخبار الاسرائيليين بتطورات الاستخباراتية في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا ايران وحلفاء ايران في المنطقة سواء الحرس الثوري الايراني المتموضع في سوريا او حزب الله او موضوع الحوثيين لان الاسرائيليين يريدون ايضا معرفة جميع التفاصيل التي تتعلق بهذه المسائل وذلك لربما لقلة المعلومات لديهم ولقدرة السياي اي اي على اعطاءهم مثل كذا معلومات والملف الثالث هو اكثر ملف له علاقة بالشكل اي وصول السياي اي بعدما وصل وزير الدفاع الامريكي بلينكين ثلاث مرات وبايدن والان جاء دور السياي اي وفالك لإصال رسالة الى ان كل المسؤولين الامريكيين على كافة توجهاتهم قد وصلوا الى اسرائيل وايضا قبل قليل كان هناك اجتماع لبن يمين التنيهو مع مجموعة من الدبلوماسيين الاجانب يعني الصفراء بطبيعة الحال في تل ابيب وكان هناك يعني خطاب لبن يمين التنيهو الذي قال بنا هذه المعركة سوف تستمر هذه المعركة هي معركة ليست بين اسرائيل وحماس ولكنها معركة بين الحضارة والبربرية والمعركة هذه إذا لم ننتصر فيها على محور الشر الذي تقوده ايران فان الان سوف يكون هذا المحور موجود في الشرق الاوسط ولكن بعد ذلك سوف ينتقل الى القارة الاوروبية وكان يحاول دائما باليمين التنيهو خلال هذا اللقاء مع الدبلوماسيين اعطاهم بانه سوف يكون هناك هدنة انسانية وسوف ندخل المواد ولكن بطبيعة الحال الجميع يعلم بان لغاية الان الاسرائيليون لم يقدموا لا موعد ولا مبادرة ولا اي تصريح بانه سوف يكون هناك هدنة انسانية لغاية الان طيب احمد ما هو جديد روايات الاحتلال الاسرائيلي بشأن عملية التواغل البري عملية التواغل البري تمضي بحرب ضروس يعني كل التقارير الان سواء كانت من السحفيين الذين دخلوا الى داخل هذه المناطق السحفيين الاجانب الذين خرجوا بهذه الفيديوهات التي تشير وتؤكد على ضراوة هذه المعارك وطبعا استعرضنا اليوم تقرير لفوكس نيوز على سبيل المثال المرسلة كان واضحا عندما قال بانه في المكان الذي كان هناك كمين تم للقوات الاسرائيلية قتل عشرين جديا كما قال المرسل لفوكس نيوز وقال بان كل هذه المعركة فقط يتتم في المنطقة التي هو موجود فيها في جنوب مدينة غزة وذلك عندما وصلت الدبابات الاسرائيلية الى منطقة البحر ولكن الجيش الاسرائيلي قبل قليل نشر ايضا مجموعة من الفيديوهات وذلك لعثور على منصات اطلاق الصواريخ في المناطق الشمالية يبدو بأن المناطق التي يسيطر عليها في منطقة بيت حنون وبيت لاهي وذلك في اشارة الى ان الجيش الاسرائيلي بدأ يصل الى مكان هذي الصواريخ ولكن مع ذلك لم تتوقف القتال في قطاع غزة ابدا بالعكس كل الشهادات التي تصل سواء من الاسرائيليين او من الفلسطينيين تؤكد على ان القتال صعب ومستمر ولم يتوقف وطوال الوقت هناك اشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الاسرائيليين وهناك استخدام فعال للانفاق المزروعة تحت قطاع غزة ولغاية الان حتى موضوع قطع الاتصال او قطع التواصل بين شمال مدينة غزة وبين جنوبها بفاعل الدبابات الاسرائيلية ورغم السماح للجيش الاسرائيلي لبضع ساعات وذلك الامور للمدنيين ولكن احد من المدنيين لم يذهب السبب في ذلك بانهم حتى عندما يذهبوا يتم قصفهم في الطريق او يتم قصفهم في المناطق الامنة او يتم قصفهم وهم يعني يقتربون من الحواجز العسكرية طبعا لا يجد هناك حواجز ولكن يبدو بان الجيش الاسرائيلي المتمركز في شارع صلاح الدين او الشارع الرئيسي يترك بعض السيارات تامور ثم يقوم بضرب المكان وبالتالي لا يجد هناك امن وهب عكس الرواية الاسرائيلية التي تقول بان اذهبوا الى الجنوب اذهبوا الى جنوب وادي غزة ولكن الاهالي لا يغادرون ايضا لان الطريق خطر جدا اصلا يريدوا ان يغادروا لانه لا يجد هناك مكان امن في تلك المنطقة وحتى الان يتحدفون بان يعطي بعض الخرائط من هنا وهناك ولكن يبدو بعد مرور ثلاثين يوما من الدعاية الاسرائيلية المفرطة على جميع وسائل الاعلام والوسائل وحتى الارسال المنشير عبر الهواء على اهالي قطاع غزة يبدو بان الاهالي وصلوا بالمرحلة بانهم لا يريدون ان يغادروا تلك المناطق استحديدا من مدينة غزة التي هي عمليا باتت محاصرة بالكامل ومع ذلك التكهنات الاسرائيلية بان هذا الحصار هو فوق الارض تحت الارض الامور مفتوحة هناك نقل للمقاتلين من شمال مدينة غزة الى جنوب مدينة غزة الى جنوب قطاع غزة الى منطقة خان يونس وبالتالي هذا الحصار المفروض الآن على المدينة هو حصار للمدنيين ولكن العسكريين لم يتأفروا بذلك وإيغورو آيلند وهو طبعا اللواء الاحتياط في الاستخبارات العسكرية كان واضحا من اليوم عندما قال بأن الثمانين في المائة من القدرة الأنفاق مازالت تعمل داخل قطاع غزة وفيشير الى ان المعركة سوف تطول وعسكريا يقولون في إسرائيل بني هذه المعركة لن تكون معركة قصيرة سوف تكون معركة طويلة ولكن يبقى السؤال دائما متى سوف تنتهي ابن وعالك ومتى سوف يعلن المنتصر بهذه المعركة هذا هو السؤال الكبير تحديدا أن إسرائيل قد قالت بأنه لن يكون هناك لن يكون هناك انسحاب أو وقف واطلق النار وهدنة بالنسبة للإسرائيلين وهذا قالوا وعلنا أكثر من مرة إما نحن وإما هم إما أن تنتصر بإسرائيل بهذه المعركة أو تنهزم بهذه المعركة وبالتالي لن يكون هناك حلول وسط بالنسبة للكتاب القسام وليحركة حماس أيضا بدأت تتحدث بأنها سوف تستمر في المقاومة وهذا هو إشعار لاستمرار المقاومة والقتال الجاري في منطقة قطاع غزة الأمور التي هي بلا شك باتت واضح تماما بأن الفلسطينيين هم الذين يمضون قدما في هذه المعركة دون أن يكون هناك ذلك الإسناد حتى من حظب الله كما رأينا بأنك نعم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الزميل أحمد البوديري مراسل الغد كنت معنا من القدس المحتلة شكرا أحمد